استقبل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي في مقر المكتب التنفيذي في أبراج الإمارات ظهر اليوم معالي داستان بيك جمع بيبكوف رئيس المجلس الأعلى البرلمان في جمهورية قير غسان الذي يزور البلاد حاليا على رأس وفد برلمانية ورحب سموه بالضيف وتمنى له زيارة ناجحة تثمر نتائج طيبة تعود بالخير والمنفع على البلدين والشعبين صديقين وتبدل سمو ولي عهد دبي ورئيس البرلمان القيرغزي الحديث خول عدد من المواضيع التي تهم البلدين خاصة سبل الكفيلة بتطوير علاقات التعاون بين الجانبين في شتى الميادين من جاتي أكد السيد جمع بيكوف على رغبة بلاد في توسيع أفاق التعاون وبناء شراكة استثمارية بين البلدين لسيما في قطاعات السياحة والنقل والبنية التحتية بشكل عام حضر لقام علي صغرغباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي وأسم الشيخ أحمد بن سعيد المكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل وعدد من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي وسعادة عبداللطيف جمع بايف سافير جمهورية قيرغزستان لدى الدولة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر